أعادت القوات المسلحة الروسية أعداداً كبيرة من الذين تم حشدهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا إلى بيوتهم كما أقيل مسؤول بارز بسبب عملية التعبئة الإلزامية التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ 300 ألف جندي وقال ميخايل ديجاريف حاكم منطقة خاباروفيسك في أقصى شرق روسيا إن عدد ألاف من الرجال تقدموا للتجنيد في غضون عشرة أيام لكن الكثير منهم غير مؤهلين وأضاف ديجاريف في مقطع مصور على تليجرام عاد نصفهم تقريباً إلى منازلهم لأنهم لم يستوفوا معايير الاختيار لدخول الخدمة العسكرية